مساء الخير أصدقائي جانا لكم في فيديو جديد من قناة قارلي طبعا بعد ما نزلت التصويت لعي كوميونيتي بقناتي اليوتيوب أنا شو حابين نعمل شروحات عن تطبيقات الأندرويد أو مواضيع تقنية أو شروحات عن الآيفون فكانت تصويت أكتر نسبة لموضوع الشروحات التقنية وأيضا مواضيع تقنية وشوية شروحات عن تطبيقات الأندرويد والآيفون طبعا واليوم قررت أني يبدأ بسلسلة شروحات تكون شوية متميزة عن غير قنوات أو غير شغلات تكون مثلا تقليد أو كوبي بيست بحيث أنه ما يكون فيه نوعه من الملل بالقناة بحيث أنه نعمل شغلات تكون شوية مسلية وتقنية للناس اللي بتحب التقنية بعيدا أيضا عن المقارنات صح بعرف أن هاي الفيديوهات رح تأخذ مني تعاب وجهد أيضا ما رح تجيب نسبة مشاهدات عالية كون المشتركين عندي تقريبا لحد الـ 8000 مشترك فما فيها النسبة الكبيرة لكن أكيد كونه هالعدد جيد وفيها النسبة من الناس فأكيد لازم نهتم فيهم نقدرهم نقدر نجاوب على استفساراتهم وتساؤلاتهم وطبعا كونه عدد قليل فمنقدر نجاوب على الكل أحسن ما يكون العدد كبير كتير وما نقدر نجاوب على حدا أو نوصل لمرحلة ما نقدر نرد على كل التعليقات طبعا شي أكيد بيتمنى من هالمجموعة قليلة تدعمنا بلايك وتشارك الفيديو مع أصدقاء حتى يوصل لأكبر عدد من الناس تستفاد فيه اليوم رح يحكي عن موضوع هو ليش بدلت جهاز السامسونج أو الفلاكشيب السامسونج بالآيفون وشو الأسباب اللي خلتني أني أترك أجهزة سامسونج وإنتهي لأجهزة الآيفون فأول الشركات اللي صراحة اللي جاءت إلها أو اللي دور فيها هي الهواوي ليش؟ لأن كانت أجهزة الهواوي كتير تعجبني من ناحية الأداء الأداء كان فعلا جبار بأجهزة الهواوي كانت بتدعم خدمات جوجل بلايه طبعا سابقا كانت مجرب جهاز الـ B30 Pro والـ B20 Pro طبعا الـ B20 Pro أيضا كانت أحد الناس المدعو لحضور حفل إطلاق جهاز الـ B20 Pro صراحة كانت جدا معجب بالجهاز لأنه كانت شاشة سوبر أموليد أيضا كانت المواصفات اللي قدمها هواوي جدا منافسة لكل الشركات وصراحة كنت كتير بحبة لشركة هواوي لكن لمصار في عليها عقوبات راحت منها خدمات الجوجل اللي هي رقم واحد بالنسبة لي مهمة جدا كتير بالجهاز ممكن تكون مو مهمة لبعض الناس لكن مهمة أكيد بالنسبة لي شي تاني أيضا هواوي ما نزلت أسعارها بعد ما نحضرت من خدمات جوجل وظلت أسعارها مرتفعة وترفع أكتر دون اهتمام بالسوق والشركات التانية لعب تقدم مواصفات منافسة ومع خدمات جوجل ومميزات تانية فأول جهاز اللي فكرت فيه هو جهاز الـ B40 Pro طبعا حصلت واحد منهم مستعمال كوني أنك تشتغل بحل موبايلات سابقا فألت يعني أكيد لازم تشتري جهاز مستعمل إنتي لا تشتري جديد حتى أيضا إذا لم أعجبني مشان بيعه ما أخسر فيه النسبة اللي كبيرة من لما تشتري جهاز جديد فرحت اشتري الجهاز الـ B40 Pro صحة عجبني الجهاز كأداء حلو بطل لكن كان في شوية عيوب ما عجبتني فيه منها أنه هو جهاز فلاكشيب لازم يكون صوت تشتريه سبيكر فيه سماعته داخلية ما بعرف ليش لغوا السماعة الثاني اللي فوق على حساب جمالية الشاشة على حساب أي شيء كان فلغوا هنن موضوع السماعة بحيث تصر تسمع الصوت من قلب الجهاز تحس السماعة موجودة داخل الجهاز ما في سماعة بالـ B40 Pro ما في مشكلة بالنسبة للصوت عم تسمع صوت المكالمات عادي لكن تخسر تميزة مهمة كتير بالفلاكشيب واللي هي الستيريو سبيكر الستيريو سبيكر شيء كتير جدا حلو ومهم خاصة لما تسمع أي فيديو أي شيء بتحب تسمعه بصوت استيريو تسبعه من الجانبين وخاصة إذا كنت مستعمل جهاز فلاكشيب من سامسونج رح تأثر معك هاي الميزة كونك اخسرتها وانت كونك مستعمل فلاكشيب وكتعم تسمع صوت محيطي وستيريو مبسوط في للجهاز فهي أول نقطة خسرتها بالـ B40 Pro ثاني نقطة خسرتها هي خدمات الجوجل بلاي اللي ما عجبتني ثالث نقطة أيضا ما حبيتها بالـ B40 Pro وكانت شاشته شاشة الدقة والألوان اللي فيها ما كانت بالمستوى المطلوب أصلا فل اتش دي بلاس يعني يعني كجودة تصنيع هواوي ما بتهتم بالشاشات حتى بحس شاومي تهتم بجودة تصنيع شاشاتها أكتر من الهواوي فعن الهواوي وB40 Pro وفلاكشيب يعني وكان جهازي الـ S10E ألوانه كتير حلوة دقته كتير رائعة كبكسلات كألوان مريح للعين الشي الثاني بنفس الشاشة اللي زعجني هو الـ Edge الإنحناء اللي فيها كان أيضا ما أنا مريح لا بالكتابة كنت تحس الأرقام اللي بالزاوية أو الحروف اللي بالزاوية منتك بص أرقام على الزاوية صايرة غليظة بالكتابة لكن كجهاز كان أداءه جدا جبار لا يعلعلي الكاميرات مثل ما تقوم بزوم كان حلو لكن كان موضوع التصوير فيه تعديل جدا بالصور يعني ما بتاخد صورة طبيعية أو صورة حلوة بألوان طبيعية لا كان سيء التصوير أو مو سيء فيه تعديل على الصور يعني هو بيعطيك تعديل فيه ناس بتحب هاي الإفكتات اللي بيعملها على التعديل لكن أنا بحب الصورة تكون واقعية منت أخد الصورة أنت مثلا بالآيفون أو بالسامسونج دائما تكون أقرب الألوان للواقع أقرب للحقيقة مثل ما عم تشوفها أنت ما فيها التعديل عليها الهواوي بيعمل التعديلات أنا صراحة ما بحبها فيه ناس بتحبها الزوم اللي فيه طبعا خارق ولا فيه جهاز بيجيب الزوم مثلو لكن أنا بالنسبة إلي شو مستفادة من الزوم إذا صورة على أرض الواقع أو قريبة ما بقدر أخذها بألوان حلوة أو بضقة حلوة أو بدايناميك حلو مثلا أو ممكن يكون حلو لكن ما نواقعي وكتصوير الفيديو كان جدا سيئي البي فورتي برو أنا أول ما بديت القناة كنت عم صور فيديوهاتي بالاس عشرائي يعني بهذا الجهاز كنت عم صور فيديوهاتي تخيلوا طبعيتي القناة أول ما بلشت فيها وكانت الإضاءة كمان موجدا ممتازة وكانت الإضاءة أفضل رح يعطي نتائج أحسن فلما جربت التصور بالبي فورتي برو كوني اشتريت جهاز فلاكشيب فأكيد لازم يعطيني صور حلوة ما أعطاني الصورة بالفيديو أبدا أبدا ممو حلوة جدا كانت سيئة والاس عشرائي كان أحسن منه بكتير فقررت أني أخسر فيه طريبا لأني اشتريته مستعمر فمخصرت كتير فيه وبيعوا لي جهاز البي فورتي برو ففكرت أيضا بأجهزة تانية لكن السامسونج بعت عنه بسبب معالج الإكسينوس وعننا ما بيوصلوا لكوالكوم والتعليق واللاق اللي بيصير بالسامسونج جدا سيئ يعني ما فيه أخطاء بالواجهة لكن أنت معالجات الإكسينوس بس تغطع الجهاز شوي بتلاقي حمي صار فيه حرارة دروب فريم بالألعاب إذا حبيت تلعب ألعاب مثل بوبجي أيضا الواجهة بتحسها تصير فيها لاق وليست أخطاء أو بقس يعني لا بس بتحس بطء بالأنيميشن تبع الواجهة يعني مع أنه جدا متطورة الونيو آي أحسن من قبل بكتير لكن بسبب معالج الإكسينوس بتحس فيه لاق بالواجهة وهذا لاق أنا كرهته صراحة بأجهزة السامسونج فله الأسباب هيبعدت عن السامسونج انتقلت لبراند ثالث واللي هو الشاومي كمان أيضا عم ينافس بالسوق الشاومي بأجهزة الفلاكشيب طبعا أنا هو هذا أغلب الفيديو للناس اللي بتفكر بالفلاكشيب وليست الأجهزة المتوسطة ولا الأجهزة الاقتصادية لأ للناس اللي بتفكر تأخذ جهاز فلاكشيب مواصفات حلوة ففكرت بأجهزة الشاومي مثلا أجهزة الشاومي ما ترتقي أبدا للفلاكشيب أنا كتير بحب براند الشاومي وأجهزة الشاومي لكن بفئة الاقتصادية والمتوسطة بس توصل للفلاكشيب لا في كتير أجهزة منافسة أحسن منها يعني فأنت هون تأخذ جهاز فلاكشيب مثلا مثل المية عشرة كاميرا أمامية سيئة أيضا تجربة السبيكارات مو جدا ممتازة فيه شغلات تانية كمان بيفتقدها الجهاز مثلا موضوع المي عازلية المي آي بي ستة تمانة يما معقول أنت تأخذ جهاز فلاكشيب أكيد يعني ممتل أجهزة الآيفون واسعار أجهزة الآيفون لكن سعره ما نورخيص يعني بس ما في عازلية مي جدا سيئة ويتمنى شاومي تشتغل على موضوع عازلية المي يعني تبعيت هاي الأجهزة خاصة لفلاكشيب لأنه الناس اللي بتحمل فلاكشيب أكيد مرح تخسر الجهاز الآيف بالمي يعني أنا مثلا جهازي مره ويع بالحمام مثلا فشلته وغسلته الـ S10E وما أحلى تكبيت الكفر وغسلته بعد ما ويعي يعني وعادي ضلتني عم استعماله ولهلأ ما صار في أي مشكلة يعني فأنت هون لازم يكون بإجهزة الفلاكشيب فيها عازلية مي أيضا أخطاء اللي عم تظهر بواجهات الشاومي يعني واجهات الشاومي ما نهل ممتازة كتير تعبت لعب باكس ومشاكل وكذا ما نهل ضخمة لكن انت مثلا كجهاز متوسط ممكن تحمل كامباكس صغير ويتصلحه مع التحديثات لكن انت سجي هاي الجهاز فلاكشيب وحاس حالك دافع مبلغ مرتب ويطلع عندك أخطاء فبتنزعج من هذا الموضوع صراحة طبعا في عدة أسباب بتخص كل براند يعني ما نيذاكرها مظبوط ما نيملخصها لأنه بتخليني بقعد عنهم وفكر بالآيفون الآيفون ليش اخترت الآيفون أو ليش اشتريت الآيفون هذا السؤال بلشت في حلقتي هاي ليش اخترت الآيفون الأيفون قدم لي مميزات كثير حلوى منها استقرار الواجهة أداء الواجهة الجيد أداء المعالج الممتاز بالألعاب بالتطبيقات بالأ whiteboard بتحس الأ Sociborg وتطبيقات مصنوعة للآيفون يعني تحس البرنامج هذا مصنوع للآيفون مو مصنوع للجهاز التاني لا بتحس بلاك لا تحس بمشاكل لا بتحس بأخطاء من تستخدم التطبيقات تحس تحس خرافية للجهاز من تلعب PUBG أو ألعاب تانية استقرار خرافي يعني بالآيفون صح 60 هرتز مثلا والله أجهزة تانية وصلتها 120 هرتز بس أنا 60 مرتاح عليها أداءها حلو وممتاز جهاز ما في سخونية أو حرارة ولا فيه لاق باللعبة ومستقرة وثابتة وحلوة يعني شو بيهمني 120 هرتز وجهاز بيصرف شحن أو بيحمى أو بيسخون أو بيصير فيه مثلا ممكن لاق أو أخطاب إذا حكينا على السامسونج مثلا الإكسينوس طبعا الشاومي بالنسبة للألعاب أيضا خارق يعني لكن مثل ما قلت لكم العيوب اللي خلتني باعد عنه فهون من ناحية الأداء والألعاب والتطبيقات والسوفتر والاستقرار بيعطيك راحة نفسية الجهاز من ناحية تانية ناحية الكاميرات الكاميرات والألوان والدقة اللي بيأخذها الآيفون كتير ناس بتعرف أنه ما فيه جهاز تاني بالعالم بيأخذ بدقة الآيفون وكتير تجارب نزلة على الإنترنت فيكم بتتابعوها ضقة الصور والألوان اللي بيعطيكيها الآيفون ما بيعطيكيها جهاز تاني يعني صراحة مو مؤليل يعني انا في فيديوهات مثلا بنزلها مراجعات اجهزة بستغلز او بستسأل اني يمسك الكاميرا وصور الموبايل بصوره بالايفون وضيفه على القناة ولا ببين اصلا اني مصور بايفون او مصور بموبايل اصلا يعني بتلاقيني مصور بالايفون وشغالي الامور وما احلاها لما اجربت صور بالبي فورتي برو الفيديوهات طلعت جدا كدقة سيئة جدا جدا سيئة يعني الفيديو جدا سيئ بالهواوي فهدول السببين اللي خلوني يشتري الايفون اولا شي السوفتوير التحديثات التطبيقات المتوافقة مع الجهاز اداء المعالج بالالعاب ايضا اداء الكاميرات الموجود فيه للجهاز لو كان فيه نوتش مثلا موجود بالشاشة لكن ايضا الفيس ايدي الموجودة فيه جدا رائعة وحلوة يعني لدرجة انه مثلا اذا وصلك اشعار انت وبييدك شي وبدك تشوفها الاشعار اول رسالة المسنجر من مين بيكون مقفولة الشاشة بس بتطلع على الجهاز بتلاقي يفتح الجهاز شفت انت شو هي الاشعارات طبعا موجودة بغير الجهزة تانية لكن مو بيدقت وسرعة استجابة وحماية وامان الايفون فهذا كمان احد الاسباب احد اسباب الاخيرة اللي خلتني اشتري الايفون وبعد عن البراندات التانية هو صح غالي الجهاز او ناس بتفكروا غالي يعني لكن جهاز قيمته السعرية فيه يعني انت مثلا بعد فترة حبيت تبيع الجهاز ممكن تقصر فيه خمسين او مئة دولار بعد سنة سنتين تقصر فيه مئتين دولار انكترت وتحدس على ايفون احداس بتضرب قيمته موجودة فيه حتى اذا انكسر او خرب او صار فيه اي مشكلة بتلاقي متوفر قطع دائما اله لخمس ست سنين لقدام متوفر اله قطع هذا بسبب انه قبل اصلا ما بتنزل موديلات واجهزة كتير فبتعطيك انت يعني افضلية لانك تشتري الجهاز بتعطيك يعني تمييز بهذا الموضوع انه ما كل يوم كل اسبوع كل شهر كل شهرين موبايل جديد موبايل جديد فبيضل هذا الجهاز ينباع كتير بكميات كبيرة بحيث التجار يجب لهم قطع صيانة قطع اكسسوار ايضا جهاز يحافظ على سعره بحيث انك ما تحس حالك اشتري الجهاز ب1000 دولار تبيعه بعد سنة مثلا ب300 دولار او 400 دولار او اذا انكسر او صار فيه اي عطل صعب تسطيحه او ما تلاقي له اطع وايضا توفر الاكسسوار دائما بتلاقيه للايفون اكسسوارات كتير حلوة كتير مميزة بعكس الاجهزة والبراندات التانية اللي ممكن بعد سنة اصلا ما تتلاقي له اكسسوار فهي الاسباب اللي خلتني صراحة بععد عن البراندات التانية والجاء للايفون طبعا اخذت نسخة البرو ماكس انا كرمان البطارية وبطاريته جدا ممتازة بتكفيني يوم كامل برياحة مع اني مزعوج من موضوع الحجم الكبير لاني بحب الحجم الصغير لكن شوي بتتاقلم مع الحجم كونك عم تاخد شغلات تانية تغطي لك عن هذا الموضوع يعني وهيك بنكون وصل نهاية الفيديو بتمنى منكم تكتبوا لي بالتعليقات اذا عندكم مواضيع تانية نحكي فيي وان شاء الله كل فترة من ضمن المقارنات نحن نعمل هيك حلقات تسلية نحكي فيها ندردش مع بعض عن مواضيع عن اجهزة مراجعات اجهزة سيئة لا تستحق الشراء واجهزة جيدة تستحق الشراء ومواضيع تانية ان شاء الله ومتل كل نهاية الفيديو بتمنى منكم ما تنسوا تشتركوا بالقناة تفعلوا زر الجارة صلا من الخطوع الزر الاعجاب ودمتم ساني